تقول هل يجوز قراءة سورة السجدة والإنسان بعد صلاة الفجر يوم الجمعة لأني محافظة لها أختي أمل بارك الله فيك وشكر الله يعني رغبتك في الخير والحرص على السنة الجواب لا الجواب لا لماذا لأن سورتي السجدة والإنسان تقرآن في صلاة الصبح ففي الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ المصلي سورة السجدة ألف لام ميم وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإنسان وهذه من النظائر نظائر القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواضب على قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح تقولين أقرأها بعد صلاة الصبح لأدرك السنة لا فاتتك السنة بارك الله فيك وكونك ما تحفظين ما يلزمك ما يلزمك لكن يعني بعض العلماء بعض العلماء يقول لو أردت تطبيقها مثلا مرة وأنت ما تحفظين أو حملت مصحف مثلا قرأت فيه يقولون بأنه لا بأس لكن أنا أنصحك بأن لا تفعلي هذا ويكفيك الحمد لله أن تقرأي القرآن ترجمة نانسي قنقر